من جد الترحيب بحضراتكم في حلقة جديدة من الحصاد أهلاً وسهلاً بكم مع حضراتكم يمكن لحد الساعة 10 تقريباً أو 10 إلى 4 يارب بتكون حلقة النهاردة مفيدة وظريفة وخفيفة ولكن طبعاً يمكن في حزن النهاردة بيسيطر على كل الشعب المصري بفقدان الفنانة الكبيرة والقديرة رجاء الجداوي عارفين أحياناً بيتوفى بعض الفنانين وفي ناس بتجمع عليهم وفي ناس يعني في ناس تقدر تختلف عليهم تقدر تقول آه يا ده كان كويس وفي واحد يقولك ده كان كويس وده كان وحش لكن الست نجات الجداوي أو الست رجاء الجداوي ده إسمها الحقيقي على فكرة يعني كانت ست جميلة جداً وأعتقد أن ما فيش حد في الشعب المصري كله يختلف على أنها كانت ست راقية جداً وكان فنها فن محترم جداً وكان فنها فن راقي جداً طيب نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده أن الإنسان اللي بتكون صرته كويسة وبيكون عامله كويس دايماً بنلاقي تعاطف الناس معاه سواء كان حي وسواء كان ميت أنا يمكن برفض فكرة أن احنا نتكلم على فنان قدير وعظيم ونقول أنه هو ميت طبعاً هو بيتوفى زي ما ما أي حد فينا بيتوفى ولكن اللي أنا عايز أقوله أن الفن الراقي عمره ما بيموت ست رجاء الجداوي يعني كانت مثال للزوء وكانت ما سمعناش منها في أي مشهد في حياتنا لفظ مبتزل ولا شفناها في مشهد مبتزل ولا شفناها بتقدم عمل يعني ضعيف لحد رمضان كانت بتشتغل وكانت يعني متشبسة جداً أنها تفضل موجودة على الساحة الفنية إلى آخر وقت ست رجاء الجداوي طبعاً زي ما حضراتكم عارفين يعني الله يرحمها ويحسن إليها وكلمة الست دي لما بقول الست رجاء الجداوي ده تقدير واحترام زي ما كنا كده زي ما بنقول الست مكلسون دي ما كان كده ما بيوصلهاش أي حد على فكرة بتقوله الست رجاء يعني حاجة كده يعني لها قيمة كبيرة حقيقة زعلنا جداً 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 عليها أسعبني الحظ قبل رمضان مباشرة يمكن بأسبوع بأسبوعين أو بأسبوعين التقيت بالست رجاء الجداوي في جلسة خاصة جداً وكنا بنتكلم عن حاجات كتير جداً وقد إيه هي كانت يعني بتقول على حد لسان على حد قولها يعني أو زي ما قالت بلسانها إن لو كان فيها أي حاجة حلوة فالفضل فيها يرجع لخالتي تحية كاريوك واللي كتير منكم ما يعرفوش يمكن رجاء الجداوي تربت يعني في طفولتها كلها مع خالتها تحية كاريوك وهي اللي ربتها وهي اللي احتويتها لسبب ما بقى يعني لظروف عائلية كانت هي تربت في بيت تحية كاريوك وخرجت من بيت تحية كاريوك للعمل والزواج والكل حاجة يعني هي قضت حياتها كلها مع تحية كاريوك وكانت كمان في مدرسة داخلي وكانت بتتكلم بمنتهى الأريحية عن أيام الفقر وأيام كانت يعني الحزاء بتاحها متقطع لإن معاش فلوس تجيب حاجة تانية لحد بربنا أكرمها بحد شافها قال لها ما تيجي تشتغلي معنا في مجال يعني الفاشن والخياطة والموضة والحاجات دي واشتغلت شوية في موضوع اللي هو كعرضة أزياء واشتهرت بشكل كبير جدا وتزوجت طبعا من حارس الإسماعيلي أنا مش متذكر الاسم تحديدا اسمه حسن حسن مختار حسن مختار طبعا بشكر التصحيح اللي جالي حسن مختار كان الجوم بتاع الإسماعيلي وكان يعني لعب دولي وكانت بتتكلم عليه بمنتهى الحب وتقول شوف هو مات لكن والله العظيم أنا ما حسيتش إنه مات حتى يعني لما كنا بنسجل معها لقاء فقالت والله طب تهدي الأغنية المين أنا تهدي الأغنية الحسن مختار حبيبي باللفز فشوفوا قد إيه معاني الوفاء وشوفوا الجيل الرقي المحترم وشوفوا الكلام الجميل ست جميلة جدا كانت أعمالها كلها أعمال راقية حتى لما اشتغلت في الإعلام وشفناها في بعض البرامج التلفزيونية برضو كانت راقية وجميلة وحتى قرأها لما يعني طبعا انتوا عارفيني البرامج الشهيرة اللي هي اشتغلت فيها مع الإعلام الكبير عامر أديب حتى يعني لما عامر أديب كان بيهزر أو بيحاول ياخد الموضوع لسكتها كانت تقول لا الموضوع ده مفهوش هزارة الأصول بتقول كده والتربية بتقول كده والدين بيقول كده وعلاقة الرجل بالمرأة لازم تكون كده كانت ست مدرسة بجد كانت ست مدرسة طب نفتكر وصياتها الأخيرة لما قالت في آخر حديث يمكن أو مكلمة أو مداخلة عملتها في إحدى البرامج قالت خلي بالكم عن نفسكم لأن المرض ده صعب قوي وجديد ووسط الشعب المصري إنه يخاف على نفسه ربنا يرحمها يا رب ويحسن إليها ويكتب لها الجنة ويتغاضى عن أخطائها وزي ما أنتوا عارفين يعني بنحسبها عند الله شهيدة باعتبار أن المبطون شهيد يعني اللي مات بداء شهيد فربنا يجعل مرضها وألمها ووجعها في الفترة الأخيرة شفاعة لها وربنا يغفر لها يا رب قوله أمين أمين هي تستاهل هي تستاهل إن احنا ندعي لها كانت ست جميلة عايزة أنتقل معاكم بقى الجزئية تانية طبعا ألسة جايد لقتي حالة من محافظة سكندرية وكنت عندي شوات يعني موضوعات كده بخلصها هناك وكنت في زيارة لمكاتب البريد عدت على مكتبين بريد كان في عدد كبير جدا من كبار السن أنا حزين جدا لما تكون الدولة واخد كل هذه الإجراءات واخد كل هذه التجديدات وعملين بنتكلم معاكم في الإعلام وعملنا الكمامة إجباري والدخول بالكمامة بنشوف عدم وعي يعني إحنا كنا دايما بيقول إحنا عايزين نراهن على وعي الشعب المصري مش عايزين نراهن على جدعانة الفيروس يعني ماينفعش أبدا أنا شفت النهاردة حاجات غريبة جدا وأنا زعلين جدا لأن يعني لما بروح البنوك بشوف إن هم قاعدين الناس برع من اللهم كراسي بيضوهم أرقام لما تنده على رقمك تخش أنا مشوفتش حاجات دي في مكاتب البريد في اسكندرية عشان بس ما حدش يقول إن أنا بعمم أنا باتكلم على مكاتب بريد في اسكندرية في شارع عمر المختار في مسجد الصحابة في جاناكليس يعني أنا باتكلم عن مكاتب بعينها عشان بس ما حدش يقول بيعمم شفت إن حطي الموظف على الباب ما بيدخلش أي حد إلا بكمامة لكن تعالوا بقى نشوف المواطنين بعد ما دخلوا بكمامة وحطوا لهم موظف بره بكمامة كانوا بيعملوا إزاي يمكن الإكويبمنت أو الأجهزة ما كانتش مساعدة إن كل واحد ياخد رقم ولكن ده موضوع ممكن يحلوا أي مدير فرع يعني هي أصل الدولة مش لازم تخش على كل فرع تطبطب على المدير بتاعه وتقول له فكر أو أو خلي عندك جزء من الإبداع عشان تحمي صحة المواطنين اللي عندك ما هو أصلي إحنا لو طبقنا القانون بحزفير وقلنا بنا من المواطن دخل بكمامة مكتب البريد يبقى هو كده تمام والمدير تمام وإحنا كده طبقنا التعليمات يبقى إحنا بنهرج على طول في أماكن بنروحها أول من العدد يسحم تلاقي قفلوا الباب يقول لك معلش تفضل وإحنا موقفين الشغل أنا آسف طلعوا بره يعني خمسة بس اللي يبقوا قدامي أنا شفت ناس النهاردة لازق في بعضها أنا مش هقول لك بقى مسافات أمينة والله العظيمة الستات اللزقة في بعضها يعني لو عديت خط بينهم مش هيعدي لزقين في بعض بحضنين بقى مش ممكن وشفت السيدات كبار السن منزلين الكمامات كلهم في مكاتب البريد اللي اتنين اللي أنا زورتهم عشان ما تقولوشوا إن أنا بعمم أنا مش بعمم طب بتنزلوا الكمامة ده تصرف كنتم طب مدير الفرع طب الموظفين محدش قال لها يا حجة بعد إذنك يا ترفع الكمامة يا تطلعي بره خوفا عليها هي والله أنا خوفا عليها هي أنا صعبان عليها أصل كبار السن دول برضو جماعة ناس عندهم زهايمر وناس بينسوا وناس يمكن نفسهم بقى ده يا شواء بيتخين ومش عارف إيه لكن لو قعدنا كلمناهم بالراحة كده ما عليش حجة طلعي الكمامة لو سمحتين ما عليش حجة لو سمحت ابعد عن اللي قدامك شوية عشان إحنا خايفين على صحيتك والله الشعب المصري لما بنتكلم معاه بزوء وأدب بيستجيب لكن أنا بصراحة يعني اللي شفته النهاردة ما فيهوش رحت الوعي يعني أنا شفت التدافع والتزاحم وموضوع الكمامات اللي نزلة على الدقن دي بقى تموضة يعني عيب لما الدولة تبقى بتبزل كل هذا المجهود وبتصرف وبتخسر كل هذه الخسائر عشان بس حضرتك تبقى بصحة جيدة يعني هتعملك إيه تاني الزحام الشديد اللي في الطريق الدائر النهاردة يدل على إن الناس نزلة تتفسح يعني ما تقنعونيش إن النهاردة الحد اليوم اللي المحلات فيه قفلة تقوم الساعة نقف في الدائر مثلا حواري خمسة واربعين دي قبل نزلة المريطية دي أنا بتكلم عن الدائر اللي جاي من أكتوبر كم العربيات اللي موجود يدل ويؤكد إن الناس دي لا نازلة تشتغل ولا نازلة تشتغل ولا نازلة رجعة من الشغل طفين يا جماعة الوعي يعني إحنا لما كنا الإصابات بتاعتنا بالربعمية وبالخمسمية كان كل واحد فيدي ماشي بكحل وكل واحد بكمامة وجلافز طبعا شوية كده لما وصلنا الألف الجلافز اختفت تمام؟ لما وصلنا الألف وخمسمية في اليوم ابتدت الكمامة تنزل عداء يعني أنا مش فاهم الناس اللي اتطمنت للحديث بتاع معالي وزير التعليم العالي لما بيقول إن إحنا قد شوفوا هو كان الرغل دخل قد جدا وقال إيه؟ قد نكون يعني أو المنحنة بتاعنا تم تسطيحه يعني ابتددا يعني نحصل على عدد سابت من الحالات وده مؤشر جيد بيدول إن إحنا الفترة اللي جاي ندخل على منحرة انحصار ولكن قال برضو بنقصين كده ووقفوا عشان في ناس بتوقف عنه لا تقربوا الصلاة ويستوب لا نكمل بقى لكن قال إن بما إن الحظر تفتح يوم أو تفك يوم السابت اللي فات فإحنا محتاجين نستنى عشرة أيام عشان نشوف الأعداد هتوصل لفين يعني الناس وقفت بقى عند المنحنة تسطح والأعداد بتارت تقل شوية وبتارت أعداد سابتة فتحسوا إن الناس بتارت بقى إيه إيه فصحة يلا خلاص بقى كورونا خلص لا 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 اللي بيحصل ده خطير جدا 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 مفيش حد كبير على المرض شفنا هذا المرض بيأكل شباب وبيأكل كبار سن وبيأكل ناس سليمة وبيأكل ناس إيه وعطراهنة على منعتك ولا تقول لا لحدك ما تعرفوش ده حتى بيقولوا إن فصائل الدم نفسها بتتفاوت في مقاومتها للمرض أنت يعني تعرف أنت فصائل الدمك دي هتقوم المرض ولا لا تعرف أنت عندك مشاكل في المناعة ولا لا يعني إحنا برضو عايشين في مدن فيها نسبة من التلوث يعني حياتنا مش هنقول إن إحنا في أوروبا يعني يعني إحنا مش حياتنا مش مش بيرفكت يعني يعني فيها جزء برضو من الحاجات اللي ممكن تأثر على صحتنا سواء يعني كان في الجو سواء كان من عوادم السيارات سواء كان يعني من حاجات كتير عوامل كتير جدا فمين بقى اللي بيراهن على المناعته وشايف إنه هو يعني بطل الأبطال وحيخشه كورونا ويعدي منها إنت جايلك الضمانة دي منين الأرياحية اللي حضراتكم فيها دي منين الأرياحية والراحة والرحراحة اللي إنتوا فيها دي منين ملهاش أي تفسير علمي صدقوني أنا بدعي إن فعلا نكون إحنا بنسطح المنحنة بتاع الكورونا وإن إحنا الأعداد بتنزل يا رب يكون كده يا رب إن شاء الله لما نحسب عشر تيام من يوم السابت نلاقي الأرقام هي هاي وكده نبقى متطمئين إن إحنا بإذن الله بتزول لكن إحنا لسه ما شفناش إيه اللي هيحصل بعد عشر تيام من فك الحظر مش عارفين يعني الرياكشن بتاع فتح الحظر ده حيكون شكله إيه وعلى فكرة الدولة مستعدلة ومتوقعة يعني متوقعة إن الأعداد تتضاعف يعني وجهزت بقى المستشفى اللي حضراتكم شفتوها افتتاح ستة رئيسها وفتتاح السيسي اللي فيها أربعة آلاف سرير وعملت إيكويتمينت كتير وتجهزات كتير ولكن مفيش أي ضمانة إن الأرقام ما تزدش تاني فلو سمحتم بناشط حضراتكم المزيد من الوعي رجاءً مشهد الكمامة اللي نزل على الدقن ده مشهد في منتهى 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 الخطورة حضرتك ما تعرفش يعني أنت ممكن وإنت لابس الكمامة كده حد بيتكلم الرزاز بيقف على دقنك وعلى رقابتك يعني ومجاش في مناخيرك بقى ولا دخل في بقك الحمد لله بس شوية جم هنا فقم إنت منزل الكمامة واخد شوية اللي جم برا ومرجحها تاني يعني أنت بتموت نفسك بنفسك أرجوكم يا جماعة أرجوكم الوعي 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 المرض ده ملوش كبير الناس اللي كب يعني اللي حقول إيه في ناس كده بيبقى إيه دمها تقيل أنا خليني أستخدم اللفز المحترم دمها تقيل اللي قاعدوا يقولوا رجاء الجداوي لما دخلت المستشفى حقنون لها البلازمة ثلاث مرات ورعوها أحسن مراعية وجابوا لها أحسن دكاترة اتوفت النهاردة يا رب يرحمها ويحسن إليها ويرحم كل شهداء كورونا ويرحم كل شهدائنا يا رب يا رب أنا كل اللي أنا عايز أقوله إن ما فيش حد كبير على المرض ده ولا حد يقدر يتوقع مين اللي حيصمد ومين اللي مش حيصمد فرجاء الوعي